صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الميل اليوم تقريبا ما فيش حد دلوقتي مش بيستخدم السوشال ميديا أو ما عندهوش صفحة على أي تطبيق من تطبيقات السوشال ميديا وكمان ما بقيتش مبتصرة دلوقتي على الشباب بس لا كمان بنشوفها بنشوف الكبار والأطفال دلوقتي بيستخدموا السوشال ميديا بشكل كبير لحد ما بقيت إدمان الإدمان السوشال ميديا عشان كده هنعرف النهاردة طريقة صحيحة لنستخدم السوشال ميديا وكمان نطلع منها بأقل الخسار الممكنة وكمان نطلع منها بمكاسف هنعرف ان النهاردة هنتكلم أنا وزميلي أدهم ازاك أدهم؟ صباح الخير يا أمجد صباح الخير على كل اللي بتفرج علينا دلوقتي ومتابعين برنامج نايلو هنعرف دلوقتي ازاي نعرف ان احنا مضمنين سوشال ميديا والله ومؤشرات إدمان السوشيال ميديا ونعرف حوص السوشيال ميديا وكمان دور الدولة ورأي الدين ورأي العلم في السوشيال ميديا وكمان هنعرف إزاي نستفيد من السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وننظم وقتنا فيها طبعا إدمان السوشيال ميديا حاجة خطيرة وإنها بتاخد وقت كبير من يومنا يعني تقريبا في ناس كتير يومها بيضيع في السوشيال ميديا تلاقيهم قاعدين فترات كبيرة وساعات طويلة على السوشيال ميديا من غير ما يحسوا ان ده بياخد وقت كبير من وقتهم عشان كده مفروض على كل واحد يخلي باله من الاوقات اللي بيقعد على السوشيال ميديا لان فيه دراسة عملت تقريبا في المتوسط فيه ساعتين في اليوم بيروحوا على السوشيال ميديا وكمان فيه تقريبا نصف مليون تغريدة بيظهروا كل دقيقة على التوصف بيقى سناب شات دي ارقام كبيرة طبعا في استخدام السوشيال ميديا وكمان ادمان السوشيال ميديا بياخد من العالم الواقعي لحياتك بيوديك لعالم افتراضي يعني ممكن تكون قاعدة عائلية قاعدة صحاب تلاقي واحد قاعد في النص ماسك تليفونه وبيقلب على السوشيال ميديا من غير ما يحس بيطلع تليفونه ويقعد يقلب من تطبيق لتطبيق وهو اخذته من القعبة والناس اللي حواليه وعشان تعرف ان انت مضمن السوشيال ميديا ولا مش مضمن السوشيال ميديا فيه مؤشرات بتقول كلام ده هيا اقول له هل ما اده استكمالا الموضوع الادمان السوشيال ميديا امجد هنلاقي ان فيه خمس مؤشرات او مجموعة مؤشرات معينة بتباين الشخص ده هل هو مضمن السوشيال ميديا او لا على حسب مقارته دكتورة هيلانا الصايق مدربة تنمية بشرية قالت ان الشخص بيوصل لمرحلة الادمان للسوشيال ميديا بتبانى عليه شوية مؤشرات اول مؤشر من مؤشرات الادمان للسوشيال ميديا اعراض انسحاب زيها زي تعاطي المخدرات بالسوشيال ميديا بتغيب شوية عن الفرض بيبدأ يحس بتوتر عصبية قلت نوم ارق عصبية على ادفع الاسباب فيه مؤشر تاني بتباني الشخص هل بدأ في حالة الادمان للسوشيال ميديا ولا لا هنشوف عدم الشغف هنلاقي مثلا حد كان متيم بلعب كرة القدم كان شغوف بيها بس بعد ما تعلق او بالسوشيال ميديا بدأت الكرة بالنسبال وما بلاقيش شغفه فيها حياته كلها بقت مقرصة للسوشيال ميديا عندنا برضو المؤشر كمان اللي بيأكد ان الشخص بدأ مد من السوشيال ميديا ولا لا هنلاقي فترات السوشيال ميديا معاه والاستماع ليها زادت التطورت من نص ساعة بدأت لساعة بعدين ساعتين بعدين تلاتة الموضوع خرج عن السطرة فبالتالي احنا قدام امر واقع قدام حالة من الادمان الشديد للسوشيال ميديا مش اقدر اقول اقطع سوشيال ميديا احنا قدام امر واقع بس اللي اقدر اقوله ان احنا ا mannersتغل السوشيال ميديا صح هنلاقي ان الادمان ت LEA بيترطب عليه نتايج تانية زي لتنوم فبالتالي لتنوم هتجيب لتركيز فبالتالي الحياة المهنية بتاعتك هتبقى في خطر الحياة الجماعية الحياة الدراسية تبقى في خطر ما فيش تركيز في اي حاجة في حياتك اليومية الا بس السوشال ميديا هتلاقي برضو بتخش في منطقة اكتئاب النقطة اللي انت قلتها ام جد حتة لما تبقى قعد مع صحابك وماسك التليفون حتة ان انت خلاص بقيتش شاف اي حاجة السوشال ميديا عبارة عن شاشة تعامل بيها بس دي بالنسبة لك كل حياتك فبالتالي هتدخلك في موض اكتئاب هتدخلك في حالة من العزلة فادمان السوشال ميديا بالطريقة اللي احنا شافينها دي لها اثار سلبية على المجتمع وعلى الفرد نفسه طبعا النقطة اللي بعدها نتكلم فيها عن التريندات والهوس عموما او هوس سوشال ميديا عمتا حاجة خطيرة جدا حاجة خطيرة الفكرة كلها في ايه ان الفرد بدأ عنده هوس سوشال ميديا ازاي موجود على الساحة ازاي اسمه يتراضب كتير بين الناس الفكرة عنده انه هو منوش علاقة المضمون اللي هو يشيره المضمون اللي هو ينشره يبقى ايه اهم حاجة اللايك اهم حاجة الشير اهم حاجة عدد المتابعين فبالتالي هنلاقي حاجة بابينكو سين كده ظهرت اول فترة الاخيرة اللي هي التريندات بنلاقي الناس كلها عايزة تبقى موجودة على الساحة بقى ايه بقى تريند منوش علاقة بالمضمون بتاعه اهم حاجة بس بقى في عدد المتابعين كتير بقيت بشوفها شوية أمجد ترندات حاجة زي أكل عيش بتسعى بس وراء المادة فنلاقي مثلا ترندات عشان تنتشر اللي بقى لها صناعة الترند بقى صناعة دلوقت بقى ليه فيه شوية قصص كده لازم تمشي عليه عشان الترند بتاعك يظهر هنشوف مثلا ترند بينتشر عن ترند تاني مثلا ترند حد بيصخر من حد حد بيستهزق بحد فبالتالي يطلع ترند معرفش ايه الفايدة ان انت تسخل من حد بس عشان تطلع موجود قدام الناس حاجة بعيدة عن الانسانية شوية عشان الناس تتكلم عليه شوية بس هو هم كل الناس تتكلم عليه سواء باتتكلم عليك سلبية تتكلم عليك بطريقة إيجابية لا اوه عايز الناس تتكلم عليه وبس فقش معاه بقى المضمون فقش معاه الانسانية بتاعته هنشوف برضو برضو ترندات زي مثلا مرتبطة بحاجات كتير تلفت النظر من ناحية العاطفية احنا شعب شوية عاطفي فبيخش يعني مصمم الترند ده او صانع الترند بيخش من الناحية ده عشان يجزب ناس كتير في الاخر شفنا حاجة لسه في ارض الواقع من كم يوم بنت طلعة بتشتكي قد ايه مامتها متلهضاها قد ايه مامتها مش بتدي لها حقوقها وبكاء بقى وجابت عادت كتير من المتابعين هنلاقي من ناحية تاني الام طلعت برضو تكلمت قالت لا اكلام بنتي مش صحيح انا متدي لها كل حقوقها ومعرفش جلسة جابالة عربية من فترة فبالتالي البنت مع الام والتضارب ومن ناحية العاطفية جاب عادت متابعين كتير ومتطلعوا ترند مش فاهم ايه المغزة ان انت مثلا تنشر حياتك الشخصية وكمان بطريقة فيها كدب عشان بس تبقى موجود على الساحة وموجود السوشال ميديا واناس كلها تقول ده قال وده عاد ما عرفش ايه المبرر وراء الكلام ده بصراحة ما هو هوس زي ما قلناه طبعا الهوس انهم مجموينين بالسوشال ميديا انا شايف بس معلش انا شايف اي دكتور نفساني او دكاتر الطب النفسين لازم يدخله في الموضوع ده موضوع زاد او عن الحد بدأ نتلاشى ونتجرد من ببادئ وقيم مجتمع شرقي كانت مرصخة دلوقتي بقينا بنجرور مجموعة لايقات ومجموعة شير مش فاهم المبرر ده الموضوع كمان خطير ده موصلش لكده بس ده وصل كمان لحد الموت يعني قردت من فترة ان في بنت بريطانية عندها 19 سنة انتهرت يعني مش ببقى لغية انتهرت فعلا ليه بسبب عدم التفاعل على منشورتها الناس مش بتتفاعل على منشورتها ام تنتهرت احنا كان نفسنا والله امجد نقول للمشاهدين ان الامثلة ده من الخيال مبالغة بس للأسف ده امر واقع انا معرفش الموضوع وصل لحتة ان البناءاتنا بقى بيفرض في نفسه عشان عدد متابعيه هنعرف كمان دلوقتي دور الدولة في مواجهة الحاجات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا دي والحاجات الغريبة اللي بتشوفها على السوشيال ميديا الدولة مش بتتفرج وما بها حس الانترنت واخد بالها من كل حاجة على السوشيال ميديا بتلحق البلبلة اللي بتحصل على السوشيال ميديا او الحاجات المفروض اللي ترتقي للزوك العام ففيه كمان أمثلة حقيقة اللي شوفنا من فترة كان فيه تاجر مخدرات بيعمل فيديو على فيسبوك ومنزله بيعمل دعاية لنفسه الباشا عام بيعمل ماركتينج لنفسه فرحان بقى منزل مني وأسعار وحاجات غريبة ومنزل عنان بتاعه وتيجوا تقدروا تشتيروا مني ومش أعرف إيه ولا كأنه بيبيع حلقة ولا حاجة طبعا ببحث إنتردت شافت الكلام ده ومسكتتش عليه طبعا راحوا عشان نبطوه بس تصفى بمقاومة منه فنشكر طبعا بباحث إنترنت والدولة أنها تتحرك في وقت قياسي أو بتحاول تلحق الحاجة قبل ما تنتشر الحاجة اللي هي مفهودة إنها مش كويسة أو الحاجة اللي هي بتعمل البلبلة أو حاجة لا ترتقي أصلا للزوك العام وكمان شفتنا من فترة فيديو لدكتور وممرد واللي انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي نقدر نظر عن تفاصيل الفيديو أو ملابسات الفيديو الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا فالدولة تحركت في الموضوع ده والنائب العام أمر بفتح تحقيق في الملف ده فبنشكر طبعا الدولة بتوقيت بتاحها إنها بتتحرك بسرعة في الحاجات اللي منشوفها دي كمان هنعرف رأي الدين في الحاجات اللي منشوفها على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا ولو أنا أدهم استكمالا لكلامك أمجد في حوار دور الدولة ودور مباحث الإنترنتي على الواجه الخصوص فمن هنا بنشكرهم شكرا جزيلا على حكة المتابعة الدورية والفكرة أن هنا التوقيت الموضوع بيحصل من هنا بعدها بكم ساعة على طول مباحث بتحرك وبتكون بردع كل ما نتعد على الزوك العام استكمالا منطقة وحطة دور الدولة هنلاقي رأي الدين عامة الأول الدين ورأيه إيه في اللي بيحصل ده مثلا لما نشوف ترند يظهر عشان شخص يتريع على شخص تاني عشان يطلع فما فيش متهيئة لدين لا إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي حتى بيأكد على الكلام ده ما نفعش حد يصخر من حد بس في حجة أنه هو عايز بقى ترند عايز يظهر على الساحة بقى إنا بنشوف أساليب بصراحة بعيدة عن الإنسانية وبعيدة عن تعليم أي دين من كتب الساموال اللي نزلت لنا عمدنا برضو في حتة الترندات اللي بتنشر شائع فكرة مثلا ترند نزل شائع بخصوص شخص مشهور ممثل بقى رجل سياسي أي أن كان فالفكرة كلها إنه هو ينشر الشائعة دي عشان يجيب عدد مشاهدين كتير لأنه رابطها بحد مهم في البلد فتلاقي الناس كلها بعدها بتعمل لقاط وشير للبوسط وبعدين طلع ترند وبعدين الشخص نفسه اللي بتقال عنه مثلا حاجات معينة هو نفسه بقاش عارفها يعني هو نفسه بقاش عارف الكلام ده بتقال إزاي فالدين نفسه سواء إسلامي مسيحي يهودي أي ديانة في العالم بترفض تماما الشائعة الشائعة بك أن تتودي مصار الدولة في حتة مصار الفرد في حتة شوف مثلا ترندات بتعمل على مبدأ أن أنت مثلا لقيت بوسط معين في عدد كتير من المتابعين حاجات كتير من اللايقات فأنت تقوم تتشيره معاهم بس أنت متعرفش أصلا البوسط ده بتكلم عن إيه متعرفش الخفايا إيه من غير ما دوره على الصحة بتعطوه هو شاف بوسط فيه متابعين كتير قوي وليكن مثلا سي ألف متأة ألف لايق لا شايف كده حاجة مهمة حاجة حلوة قوي عشان يرهم عاهم هو بقاش عارف أصلا الكلام بتكلم عن إيه فالدين نفسه قالك ما تخدش بحاجات أنت متعرفهاش عشان ما تندركش تحت مسمى اللي هو المسمى العام الدارج بتاعنا فاتي بينا مشوف فتايين كتير قوي على السوشيال ميديا فالدين طبعا بيرفض كل الكلام ده استكمالا هنشوف النظر الإفتة نفسها مشكورة ولعبة لعبة عصرية شوية لعبة فيها زكاء إن هي عملت منصة على التيك توك المنصة الأكبر اللي فيها على المشاهدين كتير اللي مقدرش نقول عليها مثلا أو ممكن نقدر نقول عليها اللي هي سمعتها مش لطيفة شوية تيك توك بالحاجات اللي بنشوفها عليها الفيديوهات فدر الإفتة أخدت خطوة بصراحة تحسب لها إن هي دخلت من المنطقة دي علشان توعي كم الملايين الموجودين على المنصة دي إن لأ اللي بيحصل ده غلط اللي بيحصل ده لا يرضي رب ولا يرضي دين ولا يرضي إنسانية فلازم فيه تحرك لازم فيه توجيه دايما فدر الإفتة مشكورة كعدتها إن هي دايما تبقى واقفة بالمرصاد قدام أي حاجة بتهدد قيم دينية قيم مجتمعية قيم أخلاقية فشكراً دار الإفتة وشكراً الدولة المصرية على المنطقة شكراً لهم وكمان العلم اللي رأيه في الموضوع ده فكان فيه استطلاع بيقول إن 69% من الشباب العربي بيستخدم فيسبوك وتويتر للحصول على الأخبار بتاعتهم للحصول على الأخبار اليومية اللي بيشوفوا بيحصل إيه كده من وسائل التواصل الاجتماعي كمان كان فيه دراسة عملت في عام بتقول إن نسبة الشباب اللي بتستخدم فيسبوك وتويتر كانت 35% وفي عام تاني زادت بقية 49% وفي عام تارت بقية 61% ده بيدل على زيادة استخدام أو التعامل مع السوشال ميديا فإنها أداة مهمة جداً لنقدر نخطف بها الشباب لأنهم بياخدوا منها أخبارهم وبيعرفوا منها الأخبار أول بأول عشان كده السوشال ميديا ليها أهمية كبيرة جداً طبعاً لنقدر نستفيد منها فأهمية السوشال ميديا ممكن تستفيد منها أي حد ممكن تستفيد منها بإنه يطور من نفسه يطور من مهاراته يطور من أي حاجة هو حاسس إن فيه نقص عنده فيها أو إنه ضعيف فيها شوية يعني مثلاً حضرتك دكتور الطب دايماً محتاج إنك تطور من نفسك وإنك تشوف إيه الجديد فأنت ممكن تلاقي على السوشال ميديا وأكيد طبعاً هتلاقي في كتب في فيديوهات والطلاب كمان هلاقوا كورسات إنهم يقدروا تعلموا منها وفيديوهات تعليمية يستفيدوا منها وكمان مش بس طبعاً الدكتورة دا ممكن في أي مجال تاني أي حد في أي مجال ليقدر يستفيد من السوشال ميديا ويطور من نفسه فيها إنت مثلاً عايز تطور من نفسك في لغة معينة هتلاقي طبعاً فيه كورسات فيه فيديوهات تعليمية فيه ناس بتنزل فيديوهات وبالعش على السوشال ميديا إنك تستفيد منها وتحاول تذكرها وطبعاً لها استخدامات تانية ولا هي أدها بالتأكيد يا أمجد إحنا قدام السوشال ميديا عمتاً مش ساحة دايماً للسلبيات السوشال ميديا نعمة كبيرة من عند ربنا بس تفكر كلها في الفرض أنت تشوف الحاجة دي سلبية تشوفها إيجابية من خلال تعاملك معها أنت من خلال أولوياتك أنت من خلال أنت إيه المهم بالنسبة لك المهم أن أنت تتفرج وتشات تفرج على البسطات تشير تعمل لايقات ولا الفكرة أنت عايز تعمل ثقافة عايز تكون ثقافة نفسك عايز تغير من سلوك حياتك استكمال اللي أنت قلته ممكن حد بقى مثلاً مهتم بالرياضة مهتم بالجيم بتلاقي ناس كتير قوي بتنزل فيديوهات وكابات كبيرة مش عارف ينفع أقول أسماء ولا لا بس فعلاً إحنا دورنا أن نلقى تدوء على حد من الرموز المهمة في الرياضة حد عمل دور إيجابي قوي على السوشال ميديا من غير أي مقابل طبعاً بجانب شغله يعني حد اسمه سامساموي الراجل ده بصراحة عمل بيعمل فيديوهات مجانية على يوتيوب إزاي تاكل إزاي تاكل أكل صحي إزاي تتمرن صح ناس اللي هي مهتمة بالرياضة وناس كتير اتفرجت على الفيديوهات دي وحياتها تغيرت فهنشوف ده مثال إن الناس استغلت السوشال ميديا صح اللي متمثلة في فيديوهات مثلاً سامساموي ده وغيرت حياتها فهي الفكرة كلها في الفرد نفسه إنت أو لواتك فيه إهتماماتك فيه ففيه كتير أو السوشال ميديا مجال كبير أو أنت ممكن تطور فيه من ثقافتك زي ما أنت قلت ممكن مثلاً تعلم فيه أكتر من لغة تكون فيه ثقافة تقرأ فيه كتب كتير تنمي مثلاً من مهارتك مثلاً مهارة الكتابة لو أنت عايز تبقى روائي تفرج على روائيات وفيديوهات لناس كتير كتاب مشهورين تعرف تعلم منهم فالسوشال ميديا نعمة كبير من عند ربنا بس الفرد هو اللي يشوفها بقى نقمة ولا نعمة وغيرت السوء بتاعك في الختام مع أعزائي المشاهدين يا رب نكون وفقنا النهاردة في أننا نلقى الضوء على موضوع مهم وخطير زي السوشال ميديا وإدمانها خليك دايماً عارف أن أنت اللي بتعمل الناس اللي أنت بتشوفها على السوشال ميديا تطلع تشتكي في الآخر تقول للناس دي بتطلع إزاي على السوشال ميديا أنت اللي عملهم بدوست اللايك ودوست الشير أنت اللي بتعمل الناس دي فيريد كل واحد بس يراعي ربنا في البوست اللي هتشيره في الكلمة اللي هتقولها وهختم بأية قرآنية ربنا ألف كتابه العزيز لا يغيروا الله ما بقوامل حتى يغيروا ما بأنفسهم ويسعد صباحكم ترجمة نانسي قنقر